وستعداداً لانطلاق الحدث الرياضي الأبرز والمتمثل بسباق الفورميلا وان والذي تستضيفه حلبة البحرين الدولية قامت بلدية المنطقة الجنوبية بتزين جميع الطرق المؤدية للحلبة تحذيراً لاستقبال السباق وفي تصريح لمركز الأخبار لفت سعادة المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية أن البلدية حرصت على وضع الزينة المناسبة لانطلاق سباق الفورميلا وان بأسلوب لافت يشد انتباه المارين بمركباتهم أثناء تجوالهم في شوارع المملكة كعاداتها بلدية المنطقة الجنوبية تشكل فرق لاستعداد لسباق جازة الكبرى الفورميلا وان فإن شاء الله يعني عندنا أربع فرق لفريق للاهتمام بالمزروعات الموجودة وفريق ثاني فريق علامي وفريق ثالث بيكون إن شاء الله مهتم من ناحية النظافة والفريق الرابع اللي يكون هو لتزيين الشوارع المؤدية إلى حلبة السباق إن شاء الله وأغلب الشوارع المؤدية إلى الحلبة بتكون مزينة منها شارع الزلاق وشارع خليج البحرين والشوارع المؤدية إلى حلبة السباق وهالسنة إن شاء الله الزينة بتكون مميزة وبطريقة جدا جميلة ومع اقتراب انطلاق سباق الفورميلا وان أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إقامة منطقة خاصة بها في مطار البحرين الدولي استقبل فيها فريق الهيئة السياحة الوافدين لتعريفهم بالمقاصد السياحية والفعاليات الترفيهية التي تضمها البحرين نعم تأتي هذه الخطوة انسجاما مع الحملة الترويجية التي أطلقتها هيئة السياحة تحت عنوان مارس في البحرين وتزامنا مع انطلاق عددا من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تنظمها إضافة إلى قرب انطلاق سباقات الفورميلا وان من جانبي قال الدكتور ناصر قائد رئيس تنفيذي لهيئة البحرين للسياحة إن فريقا متخصصا ومدربا من كوادر الهيئة سيكون موجودا في المنطقة الجديدة المشار إليها في مطار البحرين الدولي ليتولى مهمة استقبال السياح والإجابة على أسئلتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة أضاف قائدي أن المنطقة الخاصة بالهيئة ستراعي فيها أفضل التصاميم أو سيراعى فيها أفضل التصاميم التي تعكس تنوع وغنى القطاع السياحي في البحرين موسيقى موسيقى موسيقى